نقطة من واقع خبرة من واقع خبرة أنا في مرحلة من المراحل كنت أروح أتردد على مانشستر كنادي عريق وأتردد على ريان مدريد أيضا كنادي عريق كان اللي يحكم قبضة كل شيء فيما يخص كرة القدم فرقوسون حتى يا عبدالله من اللاعب اللي يصور الإعلان من اللاعب اللي يظهر إعلاميا يعني ما فيه المدير التنفيذي في نادي مانشستر دوره مالي فقط 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 لكن وفي المقابل ونفس الشيء سواء أيام زيدان أو أيام مرنو صح نطقة الاسم صح مرنو صح بقول اللي أبغى أقوله أنه في النصر من الكوارث اللي حدث نذكر قبل كم يوم لما أصيب الخيبري في التسخين قبل مباراة الأهلي أحدثت لخبطة لمدرب الفريق لما راح النصر يلعب قدام العين المعلومات المؤكدة 100% هي أنه الرئيس التنفيذي يقول لك أنا ما أخذ زيادة عشان أوفر كوست وش توفر عشرة ألاف ريال وبوك نفعين مليارات بتوفر عشرة ألاف ما بين اثنين ولا ثلاثة ععيبة تذاكر وسكن ووجبات ممعقول فهي تنفيذي